بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله عز وجل خلق الكون بالحق وكل شيء في هذا الكون يسير سيرا صحيحا لا خلل فيه وأودع الله عز وجل في هذا العالم وفي العوالم الأخرى ملايين بل مليارات بل أكثر من القوانين التكوينية فكل شيء يسير سيرا صحيحا وبالنسبة للإنسان الله عز وجل استثناه من بين سائر المخلوقات بأن جعله مختارا ولكن في الوقت نفسه الله عز وجل بيّن لهذا الإنسان الأسلوب الصحيح الحق الذي ينبغي عليه أن يسير على ذلك الأسلوب وما يعبر عنه بالقوانين التشريعية من الأمور التي جعلها الله عز وجل في هذا العالم أنه الشيء الصحيح أو الحق يفرض نفسه ولو بعد حين هذا قانون من القوانين التكوينية كل شيء صحيح أو حق يفرض نفسه ولو بعد حين ولذا أنتم تلاحظون في القوانين التكوينية الموجودة في العالم الشيء الصحيح ولو بعد حين يفرض نفسه وهذا قانون من القوانين التكوينية وهذا الله عز وجل القانون أو دعه في هذا الكون نهاية الأمر إذا الإنسان أراد أن يكون سعيدا عليه أن يطبق حياته على هذه القوانين وإذا لم يطبق حياته على هذه القوانين يكون شقيا أثناء أثناء مثال بسيط في الجانب التكويني الله عز وجل خلقه وقدره في الدنيا الجاذبية هذه الجاذبية التي بها يعيش الإنسان وسائر الموجودات على وجه هذا الكون الإنسان إذا أراد أن يكون في حياته سعيدا يعني الحياة الدنيوية لازم يطبق حياته على طبق هذا القانون قانون الجاذبية في سيره في ذهابه في إيابه أي شيء خلاف قانون الجاذبية إذا الإنسان سوى هو يصطدم هو يضرر يعني إذا واحد قفز من مكان شاهق زين طبعا هذا سيسقط على الأرض وتتهشم عظامه ولعله يموت هو يضرر لكن الإنسان إذا طبق حياته على هذا القانون لا يعيش حياة طبيعية هذا في الجانب التكويني وكذلك في الجانب التشريعي في الجانب التشريعي الله عز وجل بين للإنسان مجموعة قوانين ميز الإنسان عن الحيوانات بأن في الحيوانات جعل الغرائز وهذه الغرائز تسوق الحيوانات إلى أن يعيشوا في هذا الكون عيش هنيئة لهم إن صح التعبير لكن بالنسبة للإنسان لأنه ميزه بالعقل وجعله مختارا في نفس الوقت لطفا بالإنسان بيّن له القوانين التشريعية التي إذا طبق الإنسان حياته على تلك القوانين يعيش في سعادة دنيوية قبل السعادة الأخروية إذا الإنسان ما طبق حياته على تلك القوانين طبعا بعد حين تلك القوانين تفرض نفسها لكن هذا الإنسان يضرر لماذا لأنه لم يطبق حياته على طبق القانون التشريعي الذي هو بصالح الإنسان لنضرب مثالا بسيطا أنتم تعلمون الآن من المشاكل الكبرى في البلدان الإسلامية وغيرها مشكلة العزوبة العنوسة هناك الملايين وعشرات الملايين من الشباب والشابات الذين واللاتي لا يتمكنون ولا يتمكن من الزواج وكثير من الفتيات فاتهن قطار الزواج حسب ما يعبرون لماذا؟ طبعا هي العنوسة والعزوبة مشكلة اجتماعية كبرى لماذا؟ الجواب لأن الله عز وجل جعل مجموعة قوانين تشريعية احنا المسلمين لا نطبق هذه القوانين فإذا احنا ما طبقنا هذه القوانين الله عز وجل لا يتضرر لأنه غني عننا ولا يحتاج إلينا من يتضرر؟ المجتمع يتضرر الوالد رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنا بحثته في الأحاديث والسيد رحمة الله تعالى عليه كان كثير المطالعة للروايات حتى أنه تباحث مجلدات من البحار مع المرحوم سيد كاظم المدرسي رحمة الله تعالى عليه وجمع آخر فكان يقول بحثت في الأدعية فوجدت لكل مشكلة دعاء كل مشكلة لها دعاء إذا واحد فقير أكو دعاء للتوسع في الرزق إذا واحد مريض أكو دعاء للمرض بأنواعه يعني كل مرض له دعاء إذا واحد أسير إذا واحد عند مشكلة لكل مشكلة يوجد دعاء لمسألة الزواج ماكو دعاء اللهم زوج العزاب ما عدنا لماذا؟ لأنه في من زمان الرسول إلى زمان الغيبة الكبرى هذه الأزمنة التي تلقينا فيها الروايات من الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام اللي ما يقارب الـ 300 سنة بل أكثر ما كانت مشكلة أصلا فإذا ماكو مشكلة لا يحتاج إلى الدعاء إلى حلها ما كانوا يحتاجون إلى دعاء لحلها حتى يجون يسألون من الإمام أنه علمنا دعاء ثم هذا الدعاء يتداول ويكتب ويصل لنا خلال 300 سنة وأكثر ماكو مشكلة لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يطبقون القانون أو النظام التشريعي الإسلامي في هذا الجانب فلذا هذه المشكلة كانت محلولة أما الآن فالملايين قبل فترة قرأت في جريدة الحياة أو الشرق الأوسط إحدى الجريدتين هسا الشك من عندي أنه في السعودية وحدها يوجد مليونيا عانسة فاتهن قطار الزواج هسا السعودية شقد نفوسها 16 مليون على أكثر التقديرات وهذا هم للسعودين وليس بما يسمونهم الأجانب حسب تعبيرهم لماذا؟ لأن المجتمع ولو هو مسلم لكنه لا يطبق القانون الإسلامي هسا يمكنه مواجب لأنه ليس النظام الإسلامي كله واجبات ليس النظام الإسلامي كله واجبات أو محرمات لا وإنما النظام الإسلامي الواجبات والمحرمات جزء يسير مننا وكثير مننا آداب سنان عادات إسلامية من أقوال الرسول وآله وقبلهم القرآن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هل مجتمعنا هكذا المجتمع المتدين؟ يعني إذا شاب فقير لكن متدين وخلوق يجي خطب من غني يعطيه الغني ما أتصور يعني أنا ما أسامع لعله موجود بس أنا ما أسامع إذا الخاطب جاء أول سؤال يسألون عن دينه وأخلاقه لو أول سؤال يسألون عن أنه وشقد عنده فلوس وشنو وظيفته وشقد عنده رصيد بالبنك وشنو بيت عنده وشنو سيارة وشنو كذا وكذا كذا زيان في بعض الأماكن يسألون عن نسبه من مثلا قبيلة أو عشيرة أو عائلة مثلا من الجهة الاجتماعية لها وجاها أو ليس لها وجاها فالشيء اللي الرسول يقوله لا نطبقه فإذا ما طبقنا هذه المشكلة موجودة ومشكلها معظيمة والجميع يعاني منها فعليه هذا مثال من الأمثلة طبعا مسألة الزواج وإلا في كل شيء هكذا في كل شيء من حياة حتى المتدينين نرى أنهم لا يطبقون النظام أو القانون الإسلامي يمكن يلتزم بالواجبات يمكن يترك المحرمات بالتزامه بالواجبات وتركه للمحرمات الله عز وجل يتفضل عليه بالجنة لكن هل يعيش في الدنيا سعيدا لأنه ترك كثير من السنن لا يعيش سعيدا كل مشاكل وما أكثر المشاكل في مجتمعاتنا يعني الآن مجتمعاتنا إذا انقيسها بالمجتمعات السابقة يعني قبل خمسين سنة ومئة سنة من الجهة المادية طبعا لا يقاس الآن رفاح من مختلف الجهات لكن من الجهة المعنوية ومن الجهة النفسية نجد أنه الأولئك كانوا أفضل مننا يعيش صحيح حياته صعبة ولعله ما فيها رفاح لكن نفسيا مرتاح ما عنده مشاكل الآن كل قلق كل مشاكل وهي قسم منها خارج عن اختيار الإنسان لكن أكثرها بسبب فعل أنفسنا فعليه ينبغي علينا أولا إذا أردنا أن نكون سعداء في الدنيا قبل الآخرة أن نطبق النظام الإسلامي متكاملا في كل الجهات مو فقط نقتصر بالواجبات والمحرمات الاقتصار بالواجبات والمحرمات صحيح يبعد عذاب الله الأخروي عن الإنسان وصحيح الإنسان الله عز وزل يتفضل عليه بالجنة لو التزم بالواجبات وترك المحرمات ولكن هل يعيش سعيدا في الدنيا إذا لم يطبق السنن ولم يطبق النظام الإسلامي الجواب كلا الآية الشريفة اللي تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا لعله لأنه الكلمة مطلقة الذكر مطلق السنن أيضا من ذكر الله عز وجل لعله تشمل السنن يعيش حياة صعبة زين طبعا إحنا طبقنا لو ما طبقنا النظام الصحيح يفرض نفسه ولو بعد حين الشيء المفيد يفرض نفسه لأن الله عز وجل خلق الدنيا على الحق يعني أنتوا الآن لاحظوا في الجانب الدنيوي قطع النظر عن الجانب المعنوي عندما تأتي اختراعات جديدة عادة المجتمع في البداية لا يستقبلها يبتعد عنها لكن لأنها صحيح أو بتعبير آخر الحق تفرض نفسها هذا الكهرباء أول ما جاوبوه حسب ما قرأت في بعض الصحف إلى طهران قبل مئة وكسور سنة فواحد كان مشتري مولدة كهربائية ضخمة مشتريها من بريطانيا جابها إلى طهران لكن ما حد يجي اشترك ليش يقولون أولا احنا عدنا مصابيح فوانيس نفطية فشنو الحاجة إلى الكهرباء والشيء الثاني الكهرباء خطر لأنه واحد يمكن يلمس الكهرباء ويصاب بصعقة كهربائية يموت فشنو الداعي احنا نجيب شيء خطر في بيوتنا مرت فترة بحيث أنه صاحب هذه المولدة الكهربائية كاد أن يخسر لأن كل رأس ماله كان مشتريها هذه المولدة بعدين هم مجموعة قالوا وهذا جاي من بريطانيا وبريطانيا استعمار وكذا مكافحة الاستعمار بالمقاطعة لهذه المولدة هم جانب آخر دخل ولكن الكهرباء شيء صحيح أو بتعبير آخر حق زيان دنيويا لذا فرض نفسه في كل بيت ولو بعد حين يمكن طول سنوات إلى أن الناس سحبوا إلى بيوتهم الكهرباء كذلك الآن في الأنظمة النظام الإسلامي نظام متكامل لكن كثير من الدول بل كل الدول مبتعدة عن هذا النظام ولذاء المشاكل في العالم كثيرة يعني حتى الدول التي نتصورها نتصورها متقدمة هذه الدول مليئة بالمشاكل زيان وبالنتيجة بعد حين يصلون إلى أن الصحيح هو ذلك النظام اللي كانوا رافضي لأي سبب من الأسباب زيان ما دام هذا راح يفرض نفسه وهو الصحيح وسعادة الإنسان دنيويا قبل الآخر متوقف عليه فليش إحنا ما نطبقه لماذا لا نطبقه ننتظر الآخرين يطبقوه لا يسبق أنكم بالعمل به غيركم بعدين هذه بضاعتنا ذهبت إليهم وترجع منهم إلينا في كثير من الأحيان هالشكل يصير بالنسبة إلى هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي آية أخرى وكفى بالله وكيلة أو شهيدة هذه الآية لا تبين أمرا غيبيا إعجازيا البعض يتصور أن هذه الآية تبين جانبا إعجازيا وأحسن وأكمل مصداق له هو في ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن نحن نتصور أن هذه الآية لا تبين جانب إعجازي تبين قانون من القوانين الطبيعية التي أودعها الله عز وجل في الكون ولذا شوفوا العبارة لأن القرآن جدا دقيق حتى الحرف أو الكلمة وضعها في موضعه وضعه في موضعها الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين على الطريقة الطريقة الصحيحة إذا شيء كان صحيح يفرض نفسه ليظهره على الدين كله يعني هذا الدين الصحيح أو هذه الطريقة الصحيحة ستتغلب على كل الطرق الأخرى لماذا؟ أمر غيبي يعني شيء خلاف القوانين الطبيعية التي أودعها الله عز وجل في الكون وإنما بأمر غيبي الله عز وجل يفرض الإسلام على جميع البشر الجواب كلا ليس ذلك وإنما ما دام هو صحيح وهو حق وحتى الكلمة هم جاية الحق هذا يفرض نفسه إذا أكو في الأحاديث أنه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر يضع يده على عقول الناس فتكمل هذه العبارة أيضا نحن نتصور أنه ليس جانب إعجازي يبين فيها ولو أن المعجزة بالنسبة إلى الأئمة بإذن الله عز وجل أمر طبيعي أيضا هذا قانون أودعه الله عز وجل في الكون عندما عقول الناس تكمل يشخصون الصحيح من السقيم فإذا شخص الصحيح من السقيم شنو يسوي؟ يتبع الصحيح ما يحتاج إلى إعجاز بحيث أن الله عز وجل خلاف القوانين اللي هو أو دعها في الكون زين؟ يغير في عقول الناس أو في أفكار الناس بحيث أنه يتقبلون الإسلام لا وإنما هو بشكل طبيعي حينما تصل البشرية إلى مرحلة عقول الناس تميز الصحيح من السقيم ذاك الوقت يتقبلوا أحد الأخوة كان يسألني يقول أنه لماذا التشيع في هذه السنوات الأخيرة بدأ بالانتشار في كل مكان وقبلها يعني قبل أربعين سنة خمسين سنة ما كان انتشار للتشيع بس المناطق اللي هي شيعية بالأساس ما كان انتشار له لماذا؟ هل هناك سبب؟ غيبي قلتوا لا ماكو سبب غيبي الله عز وجل لو كان يريد كل الناس يهديهم بلحظة واحدة كان كلهم يهديهم زين؟ ما كان يحتاج الرسول الله صلى الله عليه وآله هل قد يجاهد يحارب دفاعا وهل قد الأئمة يجاهدون ويكافحون ويقتلون ويستشهدون ما كان بحاجة إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون فالقضية ليست أمر غيبي أن الله عز وجل في هذا الوقت راد ينشر التشيع لا وإنما الأمر يكمن أنه سابقا الناس كانوا أميين لا يفهمون وسائل الاتصال ما موجودة يعني نسبة الأمية قبل خمسين سنة يمكن خمسة وتسعين بالمئة بين الناس واحد من المتشيعين نقل لي هو في سوريا هو كبير في السنة حوالي ستين سنة عمره يقول قبل أربعين سنة إذا كان تأتي إلى قريتنا رسالة رسالة واحد كاتبها كنا بحاجة إلى أن نفترفت عشرين قرية حتى نجد شخصا يتمكن من القراءة يقراننا الرسالة الآن أنا رايح في قريتهم رحت في قريتهم في قريتهم وحدها أكون ميت مهندس زراعي الآن في وقت الأمر نحن هي قرية صغيرة مجموع نفوسها أقل من خمسة آلاف نفر فميت مهندس زراعي في تلك القرية اللي قبل أربعين سنة ما كان أحد يتمكن من قراءة رسالة فيها فطبيعي عندما الناس نسبة الأمية قلت فيهم وعيهم ازداد بدأوا يقرؤون وسال الاتصالات موجودة كتب فضائيات انترنت وما إلى ذلك يميز الحق من الباطل ولذا تشوف أنه غالب المتشيعين هم من الطبقة المثقفة غالبا يعني وليسوا من عوام الناس وأكون من عوام الناس بس قليل أكثر من الطبقة المثقفة فكذلك حينما الناس يو البشرية تصل إلى البلوغ الفكري إن صح التعبير شوي مستواهم يرتفع يشخصون الصحيح من الباطل فإذا شخصوا الصحيح من الباطل طبيعيا أنه يتقبلون الإسلام لأنه هو الصحيح هو الحق فالقضية في ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك جوانب غيبية موجودة لا ننكر ذلك لكن هي القضية أكثرها حسب القوانين الطبيعية كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاء ولنشر الإسلام كيف نشر الإسلام؟ بالغيبيات؟ لا وإنما نشر الإسلام بالطرق الطبيعية هذه الطرق الطبيعية كانت التبليغ، إرسال المبلغين، الدفاع، الحروب الدفاعية، وما إلى ذلك فبناء على ذلك، نحن نرجع إلى موضوعنا، وهو أنه إذا أردنا أن نكون سعداء في حياتنا في الدنيا قبل الآخرة، إحنا لازم نطبق النظام الإسلامي في حياتنا، حسنا إذا الآخرين ما طبقوا، أنا شعلي بيهم لا يضركم من ضلّة، إذا احتديتم، إذا غيرنا ظل، إحنا هم نظلوية؟ لا، لا يضركم من ضلّة، إذا احتديتهم، حسنا إحنا ما دام ذكرنا مثال الزواج نكمله أيضا ببعض المطالب الأخرى، شوفوا الآن في مجتمعاتنا المتدينة حتى، من يخطب؟ الرجل هو الذي يخطب، صح له لا، أكو واحد والد البنت مثلا يخطب لبنته أو يعتبر هذا عيب وعار، طبعا يعتبر في مجتمعنا عيب وعار، بس القرآن الكريم شنو يقول؟ في قضية شعيب وموسى، شعيب يقول لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله، يقول إني، شعيب يقول إني أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين، مهم واحدة، اثنيا اختار كيفك هذه أو هذه، زين الله ليش ذكر هذه القضية في القرآن؟ كترة؟ يعني قصة فقط؟ أو لأجل التعلم، لأن كل كلمة في القرآن كما ذكرنا لأجل العبرة والتعلم والغرض، زين هذا موجود في مجتمعنا؟ لا، ما موجود، زين، الرسول صلى الله عليه وآله حينما زوج بنته فاطمة، سلام الله عليها، وكذلك جميع زواجاته التي تزوجهن، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كلهم، شنو كان مهرهم؟ مهر السنة، مهر السنة ميتين وستة وعشرين ونصف مثقال من الفضة، ميتين وستة وعشرين ونصف مثقال من الفضة، إذا تردون السوو بالريال السعودي، يمكن أقل من ألفين ريال يصير، لحنا قبل خمس سنوات، ست سنوات سألنا صائق، كان ألف وستمائة، ألف وسبعمائة ريال يصير في وقته، الآن إذا واحد يزوج بنته بهذا المهر في مجتمعنا المتدين لعله يعتبر عيب، أنه هذا يقلل قيمة بنته، صح لو لا؟ هالشكل في مجتمعنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقلل قيمة بنته؟ فاطمة الزهراء، سلام الله عليها، هاي من وين إجت؟ هذه عادة أحسن ما نقول فيها أنها عادة لا يحبها الإسلام، وبعدياً هذا يشوف ذاك، وذاك يشوف هذا، ذاك فعل كذا، فأني لازم أحسن منه أفعل، يصير تنافس في أمور غير مرضية، لا نقول محرمة، ولكن غير مرضية، والنتيجة الشاب يشوف ما عندها الشكل الفلوس، ما يتزوج، والبنات يبقين في بيوت أبائهن، وما يتولد من ذلك من مشاكل، فعلى كل حال، عد هاي المشاكل، خو ما نظر الإسلام، نظرنا إحنا، إذا إحنا ما صلينا، ما صمنا، الإسلام يضرر، الإسلام لا يتضرر، نحن نتضرر، أنه نحاول أن نطبق الإسلام في حياتنا، حتى إذا كان المجتمع لا يرغب في ذلك، المجتمع لا يرغب، إذا المجتمع لم يرغب، يعني أنا أرضي الله عز وجل ورسوله أفضل، أو أرضي المجتمع، الله عز وجل يقول والله ورسوله أحقه، أي يرضوه إن كانوا مؤمنين، لازم ترضي الله والرسول، وسأل المجتمع رضا لهم ورضا، وإذا أرضينا الله والرسول، الله عز وجل هم يرتب أن تكون لنا وجاهة أيضا في المجتمع، يعني الشخص الذي يطبق أحكام الإسلام، حتى إذا المجتمع لا يرغب فيه، لكن إذا التزم، الله عز وجل يجيب لوجاههم في المجتمع، فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتطبيق أحكامه من واجبات، من ترك محرمات، من عذاب، من سنان، بين السطور لطائف النفحات، تسكن نفوس بأعبق البركات، أحيى العقول إذا أنار طريقها، نور الهدى بروائع الكلمات،